من ضمن الاسئلة ازاي ادخل بالمنتجات بتاعتي في الاسواء الخالجية او اصدر لهم بشكل عام الحقيقة بتبقى اختلاف الجودة وحضاك بتنقي اسوأ جودة ودي يجب انك تأخذها في الحسبان ولكن يجب هنا انك تعرف انك تشوف المعارض المهتمة بنفس المجال بتاعك وصورها شوف مواقع هيئات الاسترادوي التصدير اعرف الجهة المسؤول عن تصريح تجارة المنتج بتاعك وتواصل معاهم لمعرفة الشروط كذلك من ضمن الحاجات اللي لازم تأخذ في الحسبان انك تشوف المنافسين في البلد اقرأ عن التراحية السويق التصريح المكتوبة على المنتج لكن المهمة جدا انك تعرف بان كل منتج له الحسابات المختلفة انت داخل السوق في الخليج بسوفتوير غير اللي داخل الخليج ببصل او بورتقال وكل دي منتجات على العين والرأس ولكن يازم انك تأخذ كل هزي تفاصيل في الحسبان اكتبونا فيه التعليقات لوحد عنده تقارب في السوق الخليجي يا ترى كانت الدنيا عاملة ازاي وايه الحاجات اللازم ياخد باله منها وربنا وفقك وكتبو كل خير بإسن الله اشتركوا في القناة